أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بملف الصناعة وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة أكد مدبولي أن ملف الصناعة يحظى بأولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة من خلال برنامج محدد لتشجيع القطاع الخاص ولتحفيزه لقيادة نمو الاقتصاد المصري وخلال الاجتماع اطلع رئيس الوزراء على الجهود التي تبدلها الدولة لتقديم الدعم الصحي لمصابي قطاع غزة حيث استعرض تقريرا مفاده أن إجمالية الذين تلقوا خدمات طبية من قطاع غزة بلغ حتى الآن 9.447 حالة من بينهم ما يقرب من 1932 طفلا كما استعرض توزيع المصابين على المستشفيات المصرية